شوف الحشرات هنا فيه حشرات حية وميتة وهذه أحد المكاثم في منطقة الكريمية النظافة العامة سيئة جدا طبعا النظافة العامة سيئة تنظيم وتستيف وتكتير وجود رطوبة في الحوائق شوف هنا النظافة العامة غيض من فيط من التجاوزات والمخالفات التي رصدها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في حملاته التفتيشية التي طالت مناطق متفرقة من البلاد التجاوزات لم تسلم منها المحلات والمخازن والمخابز وحتى محلات بيع اللحم وسلخنات الدواجن التي تعتبر الأشد عرضة لخطار التسمم الغذائي ناهيك عن المطاعم والمقاهي التي تجهز فيها الوجبات الغذائية في ظروف سيئة وبأدوات ومواد أقل ما يقال عنها لا تليق بالاستهلاك البشري سوق الكريمية المصدر الرئيس الذي يمد كل بيت في طرابولس بالمؤن الغذائية أغلق مركز الرقابة فيه وحده ما يزيد عن سبعين بالمئة من المحلات والمخازن بسبب مخالفتها لمعايير السلامة الغذائية ولأن الرحلة التي تمر بها السلعة الغذائية حتى تصل إلى صحن المواطن مليئة بالعقبات تختلف التجاوزات في حجمها ونوعها فإن سلم المنتج من المواد المحظورة والغش التجاري والدخول بطرق غير شرعية قد لا تسلم طرق تخزينه ومدة صلاحيته اعتلال السلامة الغذائية خطر يهدد مباشرة صحة المواطن في ظل ضعف الجهات الأمنية الرادعة وتهيان الجشع على صوت الضمير لذا أصحاب المبادئ الطحلة اشتركوا في القناة